خبر إفلاس لبنان الذي انتشر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي قد أثار البلبلة طيلة الساعات الماضية علما بأن خبراء من أهل الاختصاص أوضحوا لوسائل إعلام عربية وعالمية إن كلام الشامي لا يعني إفلاس الدولة وبعدها بساعات نفى حاكم مصرف لبنان المركزي الخبر جملة وتفصيلا ولمزيد من التفاصيل ابقوا معنا رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قال إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية حول إعلان مصرف لبنان المركزي الإفلاس وأضاف سلامة قائلا إنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة السبعين من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت ولم يصدر أي بيان رسميا من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الإطار وتنقلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية جملة ناطق بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية خلال مقابلة تلفزيونية محلية قال فيها الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وأشار الشامي إلى أن الخسائر ستتوزع على الجميع الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمدعين ويأتي تصريح بإفلاس الدولة في حديث للوزير عبر قناة الجديد ليؤكد ما هو معروف ولكنه لم يعلن صراحة من خلال أي مسؤول في الحكومة من قبل وفي إطار الإجابة عن سؤال حول كيفية احتساب نسبة الخسائر على أموال المدعين وفي هذا السياق قال النائب السابق مصطفى علوش أنه لا شك أن الدولة غير مفلسة فلديها الأملاك وغيرها من الأمور التي تستطيع استخدامها لسد الخسائر لكن الإشكالية الكبرى أن الوضع الاقتصادي هو المفلس والآفاق الاقتصادية مغلقة سياسيا وأمنيا أضاف قائلا عمليا فإن الاقتصاد اللبناني مفلس حتى ولو لم تكن الدولة مفلسة كما أن مصرف لبنان لديه مشكلة المال الاحتياطي الذي أصبح محدودا وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية جاسم عجاقة إن هكذا تصريحات تضر بالوضع الاقتصادي وبموقف لبنان وبثقة الناس سواء بالسلطة السياسية أو النقدية لذا عليهم الاتقاه فورا على الاتفاق مع صندوق النقد كي يشعر الناس بالراحة المطلقة وأضاف يقول إن مصرف لبنان ما زال حتى هذه اللحظة يمول السوق بالدولارات وبالطبع هذه ليست حالة إفلاس بل هي أزمة سيولة لأن مصرف لبنان لا يمكن أن يفلس وعنده مردود أموال الضرائب والأموال السيادية نشكر لحضراتكم طيب المتابعة كنت معكم رائد حاكم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا